111. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون 122. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة تحيتهم فيها سلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو وأصلي وأسلم على صاحب الرسالة الخالدة الخاتمة الذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق محمد صلوات ربي وسلامه عليه وبعد أعزائي المشاهدين والمشاهدات ذكرنا لكم في الحلقة السابقة كيف أن يوسف نبي الله أدخل السجن ظلما وعدوانا نتابع معكم الأحداث اليوم ووصلنا وإياكم إلى قول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله وقيل أن معناه أقول لكم ماذا سيأتيكم من أنواع الطعام أنبيكم بتأويله ولكن والله أعلم التفسير الأول هو أقرب والله أعلم قال ذلكما مما علمني ربي ذلكما التعبير أو التفسير الذي سأعبره لكما مما علمني ربي أي هذا العلم هو علم من الله سبحانه وتعالى علمني وأحسن إلي به ثم بدأ قبل أن يفسر وأول الرؤية بدأ بالدعوة إلى الله عز وجل قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله مشيرا بهذا إلى القوم الذي ربي فيهم وهو بيت العزيز وحاشية الملك والملأ من القوم والشعب ليس قصد القوم إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ليس قصد يعقوب لا قصد يعني الملك والعزيز والفتيان الذي سألوه على دين القوم قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله والفتيان الذنين لا يؤمنون بالله لأنه من القوم لكنه من حسن الاتصال وحسن الكلام واحترام الآخرين ما يعني واجههم بشخصهم هم قال لهم أنت وما تؤمنون بالله لا فالشخص عليه أن يعامل الناس وأن يكلم الناس بلطف واحترام حتى لو يختلف معك في الاعتقاد ما قال لهم أنتم لا تؤمنون بالله لا قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهذا إلا منهم فهو يواجه القوم عامة كي لا يحرج إلا جدامه ولا ينفرهم منه وهي كياسة من يوسف نبي الله يوسف وحكمة ولطف منه صلى الله عليه وسلم وحسن مدخل إلى هؤلاء فلا يقال أن يوسف كان من قبل على غير ملة إبراهيم لا الكلام هذا غير صحيح إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله لا لا يؤمنون بالله بما يليق الإيمان به سبحانه وتعالى وهم بالآخرة هم كافرون ولا يؤمنون بالبعث والحساب ثواباً بالجنة أو عقاباً في النار وذكر يوسف الآخرة هنا يقرر من أن الإيمان بالآخرة كان عنصراً أساسياً من عناصر العقيدة على لسان جميع الرسل مع ذلك يجب يجب البراء من الشرك لذلك قال واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون قال واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وأصبحت أي يوسف وأصبحت من أتباع ملة التوحيد ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء أي ما ينبغي ولا يليق بنا أن نشرك بالله من شيء بل نفرد الله سبحانه وتعالى بالتوحيد ونخلص له الدين والعبادة ذلك هذا الأمر من فضل الله علينا أي ذلك التوحيد والدين الحق من فضل الله علينا هذا فضل من الله ومنه وإحسان علينا وعلى من هداه الله كما هدانا فإنه لا أفضل من منة الله على العباد بالإسلام والدين القويم وعلى الناس قال وعلى الناس إذ جاءتهم الرسل به ولكنهم ما شكروا فلم يتبعوا قال ولكن أكثر الناس لا يشكرون فلذلك تأتيهم المنة والإحسان من الله فلا يقبلونها ولا يقومون لله بحقه وإذا سمعت يا عبد الله أيها المشاهد والمشاهد إذا سمعت لا يشكرون اعلم أن الأمر الذي أنت بصدده هو في مقاييس العقل عقل أي إنسان والفطرة السليمة يستحق الشكر يعني هذا الأمر يستحق الشكر ولا شكر إلا على نعمة ولو فطن الناس لشكروا الأنبياء والرسل على المنهج الذي بلغوه عن الله سبحانه وتعالى لأنه يهديهم إلى حسن إدارة الدنيا الدين يهدي إلى حسن إدارة الدنيا وفوق ذلك يهديهم إلى رضوان الله يهديهم إلى الجنة ثم يوسف نبي الله يوسف دعاهم إلى الإسلام فقال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار هنا بدأ يوسف يدعي إلى الله سبحانه وتعالى يا صاحبي السجن وكلمة صاحب معناها ملازم والجامع بين يوسف والسجنين هو السجن ونحن نقول فلان صاحب الدراسة وفلان صاحب الحج يعني قعدتوا يا في الدراسة أو رحتوا يا الحج فهو يقول لهم يا صاحبي السجن يعني أنتوا صاحبتموني في السجن قال أأرباب متفرقون خير اسألهم هذا سؤال هذا سؤال وحين تطرح سؤال إلى الشخص المقابل لك فأنت تعلم مقدما أنه يفهم أن أربابا متفرقون ليسوا خير من إله واحد أي أرباب عاجزة ضعيفة لا تنفع ولا تضر ولا تعطي ولا تمنع وهي متفرقة ما بين أسجار وأحجار وملائكة وأموات وغير ذلك من أنواع المعبودات التي يتخذها المشركون قال أتلك خير أم الله الأصنام التي تعبدونها خير أم الله الذي له صفات الكمال الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله فلا شريك له في شيء من ذلك قال القهار الذي انقادت الأشياء والناس لقهره ولسلطانه فما شاء سبحانه كان وما لم يشأ لم يكن نستنتج من هذا الموقف أنه على المسلم أن يستغل المناسبات في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يوسف استغل هذه فرصة ما راح لهم هم يووه هم محتاجين له فاستغل هذه الفرصة يووه واطلبوا منه وسئلوا وقال لهم إن شاء الله فستسمعون مني وأخذ يدعوهم إلى التوحيد وإلى الإسلام إذن إذا كنت انت طالب في الخارج أو تاجر أو ما إلى ذلك فتستغل هذه الفرصة وتدعو إلى الله سبحانه وتعالى وتدعو إلى التوحيد وتدعو الكفار إلى الإسلام حلقة اليوم كانت عن أصحاب السجن مع يوسف ورأينا كيف يوسف نبي الله يوسف استغل هذه الفرصة استغل هذه الفرصة وأخذ يدعو إلى الإسلام ويدعو إلى التوحيد هؤلاء ونرى أن يوسف كان عنده يعني حسن كلام قال إني تركت من الله تقوم ما قال لهم أنت كفار أنتم ما عندكم سالفة أنتم بترحون جهنم لا ما قال لهم هذا الكلام يوسف كان عنده حسن كلام عنده حسن اتصال مع الناس قال إني تركت من الله تقوم لا يؤمنون بالله أما أنتم فاسمعوا مني ما أقول لكم فلذلك قيل أنهم سمعوا منه وأخذوا منه الله أعلم قد أسلموا على يد يوسف والله أعلم وصلنا وإياكم إلى نهاية الحلقة ورأينا معكم كيف جرت الأحداث في السجن وكيف دخل الفتيان على يوسف وعلموا أنه من المحسنين لأنه عليه سمات الإحسان والعبادة والورع فوجدوا فيه الإحسان لذلك أتوا إليه وسألوه عن الرؤية وقالوا إنا نراك من المحسنين أحبتي في الله وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة ونراكم غدا بحول الله وقوته مع أحداث أخرى من سيرة يوسف أو من قصة يوسف عليه السلام وهذا وصل الله مبارك على محمد وعلى له وصحبه أجمعين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين